أبنائي وبنايتي طلوب الصف الرابع لبتدئي النهاردة هنكمل مع بعض unit 2 lesson 5 and 6 Reem puzzle وقبل ما نبتدي لو انت لسه جديد في القناة ما سنستاش تشترك في القناة وتفعل القرص عشان يوصلك بديوهاتنا أول بأول ويلا بينا نبتدي مرة فاتت كنت سابقا لكم homework تعالوا بينا نحلو بسرعة read and complete bees peas beak bird or bear number one a space is in the river meaning in the river bravo bear number two the pelican has a bravo a peak number three the is in the sky bravo bird number four the a are green bravo the peas number five bees give us honey bravo bees give us honey نهاردة هنتكلم عن أنيمال جديد وهو الريم جازل الريم جازل looks very beautiful طبعا الريم جازل زي ما شايفنا شكلها التحفة وشكلها حلو جدا they live in sahara desert بتعيش في الدزرت والدزرت دي اسمها السهرة بتبقى موجودة في افريكا they live in sahara desert عشان يعملوا ايه سنة ربعة looking for بيبحثوا عن ايه grass leaves plant to eat تحجر ان يكلوها they have big ears and long horns طبعا big ears عشان يسمعوا احزن and long horns they and long horns يدفع بها نفسهم they have yellow white coat they have yellow white coat اللي هو الكساء او الغطاء الكفر بتاعها متغطية بكوت لونه ايه لونه yellow white طب ليه لونه فاتح اللي هو لون الكريمي which protect them from the sun اي لون فاتح وبالذاتنا ما بنجي نلبس في الصيف بنلبس الون فاتح عشان بتاكس protect us from the sun بتاكس or reflect the sun light بتبعد عننا sun light وبالتالي بتبعد عننا الهيد بتاعها او الحرارة بتاعتها يبقى they have yellow white coats which protect them بتحميهم from the sun they have hooves on their feet الهوف زي اولاد الحوافر بتبقى شكلها circle كده شوية في رجل ايه الانيمالز طبعا الهوفز دي بتساعد انهم يمشوا احسن على الرمل او على السند these hooves help them walk on the sand كل ده adaptation او حماية لها ازاي تعرف تعيش في الديزرت like camels they don't need to drink a lot of water طبعا انت لما عايشة في الديزرت يبقى they don't need to drink a lot of water يبقى ممكن بتستحمل عادي العطش زي الكامل now let's write sentence using gazzle and desert زي ما تعودنا هنبتدي بالsubject مين هنا السبجكت مين اللي هنبتدي به الغازل بروف طبعا الغازل بتعمل ايه في الدزرت live excellent dream gazzle live in the desert number two hooves and sand مين اللي هنتكلم عنه في السنتنز بروف الهوفز طب الهوفز بتعمل ايه help the gazzle to walk on the sand يبقى the hooves help gazzles walk on the sand number three look for plants مين اللي بيعمل look for مين اللي انا هتكلم عنه الرين غازل الرين غازل بتعمل ايه look for look for a plants the gazzle looks for plants to eat ممكن نزاد عليها to eat لهم عشان يكلوها we will talk about another animal اللي هو nick the mole reed ودا نوع من انواع الريتس او الفقرين بتعيش فين in africa afrikia الشرقية the naked mole reed lives in eastern africa وليه اسمه naked mole reed علشان هو ما فيش اي fair ولا hair على ال skin بتاعه هو مجرد skin زي ما انتو شايفين كده اسمه naked mole reed علشان هو ما عندوش اي cover لا hair ولا fair it has big teeth and no hair يبقى naked mole reed ما عندوش hair وعندوه big teeth الاثنين انتو شايفين هذي it can't control its body temperature كنا واغذين قبل كده control انه هو animals control the number of small animals انه فيه animals بتاكل ال small animals بالتالي بتتحكم في عددها يبقى control زي رموت control كده بيتحكم it can't control its body temperature مش عارف ما بيعرفش يتحكم في body temperature طب تفتكروا ليه because it has no hair طبعا لان البادي بتاعه ما معنوهوش اي cover طب هو كده محتاج يعمل adaptation او محتاج يلاقي لنفسه حل هيعمل ايه بيستخبى طبعا زي ما انتو شايفين كده في الجحور but there are two things that make the mole rate special في حاجتين بيخلونا ندرس ال naked mole rate او بيخلونا ان العلماء الصينتست بيحبوا ان هما يدرسوا النوع ال special ده من ال rate انه it doesn't get old ما بيعياش it lives for a very long time بيعيش for a long time بيعيش وقت طويل 31 years وده مدة طويلة بالنسبه لأي rat او بالنسبه لأي فور ساينتست want to learn all about mole rate طبعا عشان ده حالة فريدة من ال rate فالساينتست او العلماء بيحبوا ان هما يبحثوا دايما ورا الم mole rate وزاي نو بيعيش they are not cute animals but they are amazing طبعا ده حكائن رائع فكائن amazing عشان طبعا طريقة معيشته غريبة ما عندوش hair مع ذلك ما بيعياش they can't control the body temperature ما بتحكمش في body temperature فكل دي حاجات تخليه amazing what do you think now let's write a sentence control and temperature مين هنا اللي هابتدي بي السبجكت باكلم عن مين مين اللي بش بيعرف يامل control the next mole rate can't control its body temperature درجة حرارة جسمه lives long time مين اللي live من اللي بيعيش for a long time the mole rate or the next mole rate lives for a long time بيعيش مدة طويلة طبعا الناس كثير بتسألني انا هحل ايه الكلمات المهمة في الدرس اللي انا احفظها للاسف ده انجليش ومفروض ان كل كلمة جديدة كل كلمة انا مش حفظها انا مفهود بحفظها فمقدرش اقولك احفظ كلمات معينة هي كل الكلمات عليكم اي كلمة جديدة فهي عليك ان انت مفهود تعرفها the last example look and complete من اللي احنا فهمناه what does this this is arine gazelle number two they have yellow white كنا من ثمي ايه coat they have the gloom فيها ايه on their feet hooves bravo they have hooves on their feet number four they have long excellent horns وبكده تبقى خاصة حلقاتنا النهاردة سنة رابعة يا رب تكونوا استفقتوا وفهمتوا كويس اه لو لو ليكوا اي سؤال بعتوا ليه تحت في الكومنت وانا هرد عليكم يلا اشوفكم على خير سنة رابعة مع السلامة اشتركوا في القناة